بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن السلطات الثلاث في السياسة الشرعية والنظم الأخرى وسبقا تحدثنا عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ونتحدث في هذا اللقاء عن السلطة القضائية أولا نتحدث السلطة القضائية عن مهام السلطة القضائية للسلطة القضائية مهام من هذه المهام إقامة العدل بين الناس كذلك من مهام السلطة القضائية الحكم في المنازعات والخصومات والجرائم والمظالم بين الناس أيضا من مهام السلطة القضائية استفاء الحقوق ممن يماطل بها وإيصالها إلى مستحقها من مهام السلطة القضائية الولاية على فاقد الأهلية ومن الصغار السن والسفهاء والمجانين والمفلسين ونحو ذلك من مهام السلطة القضائية نظر في الأوقاف وأموال هذه الأوقاف وغلاتها وكيف توزع إلى غير ذلك مما يعرض على القضاء وعلى القضاء من الأمور التي هي من مهمة هذه السلطة القضائية علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية الإسلام يوجب على القضاء أن لا يجعلوا لأحد عليهم سلطان في قضائهم وأن لا يتأثروا بضغوط أو بالهوى أو بالميل إلى فئة أو إلى شخص دون آخر بل ينبغي أن يحكموا بالحق والعدل وأن يسووا بين الناس في حكمهم وهذا هو الذي يؤجبه الإسلام الأدلة على هذه القاعدة أنه لا سلطان لأحد على القضاء من القرآن قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعضكم به إن الله كان سميعا بصيرا فهنا أمرهم أن يحكموا بالعدل وبالحق ولا يتأثروا بأي تأثير على هذه القاعدة العظيمة في مجال القضاء أيضا قوله سبحانه وتعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إذن من يتبع الهوى فإنه بلا شك لن يحكم بالحق ولن يحكم بالعدل فأمر الله سبحانه وتعالى داود أن يحكم بين الناس بالحق وأن لا يتبع الهوى وشرع من قبلنا هو شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه وأيضا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبع الهوى أن تعدلوا هذه النصوص تدل على أنه لا سلطان لأحد على القضاء وتاريخ القضاء الإسلامي يبين أن القضاء كانوا دائما مستقلين في عملهم ولا يخضعون إلا لسلطان الله عز وجل ولا يخضعون في قضائهم إلا للحكم بالحق والعدل والإنصاف ولا يتأثر بأحد أما علاقتهم بالإمام فالإمام هو الذي يولي القضاء بصفته أنه نائب عن الأمة وكذلك له أن يعين من يشرف عليهم وله أيضا أن يعزل هؤلاء القضاء إذا حصل منهم ما يخل بعملهم وهذه الأمور ليست فيها ما يدعو إلى عدم الاستقلال بل القاضي هو مستقل بحكمه مستقل بعمله لا يخضع لأحد ولا يتأثر بأحد وإنما كما ذكرت أن هذه صفة التولية والعزل هذه من مهام الإمام باعتباره نائب عن الأمة ولا يقوم بذلك إلا إذا كان هناك أمرا يستدعي ذلك أمرا واضحا لا لبس فيه وعلى هذا الأساس فإن القضاء والقضاء يعتبر سلطة مستقلة مصدرها الأمة ولا يؤدي الإشراف عليها من قبل الإمام إلى التأثير على هذه السلطة أو استغلال هذه السلطة أو إخضاع هذه السلطة لجهة أو لرغبة أو لطائفة معينة وإنما قضاؤها مستقل تحكم بشرع الله عز وجل بالعدل وبالإنصاف من عمل الهيئة القضائية أو السلطة القضائية أنها تراقب الحكام وتقومهم وذلك أن مراقبة الحكام وتقومهم من هذه السلطة أمر مشروع وذلك من وجهين الوجه الأول أن الأمة يجب عليها مراقبة الحكام وتقومهم بما أوجب الله عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء هم نواب عن الأمة في أنهم يأمرون كذلك بالمعروف ينهون عن المنكر ويراقبون الحكام ويقومون الحكام ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفرحون فمن هذا الجانب فإن الأمة يجب عليها مراقبة الحكام وتقويمهم والهيئة القضائية قد تقوم بهذا الدور نيابة عن الأمة من الوجه الثاني أو الأمر الثاني أن الأمة هي مصدر سلطان الحكام باعتبارهم نوابا عنها وبما يلزم الحكام من الرجوع للأمة في استشارتها في الأمور وأخذ رأيهم كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله وشاورهم في الأمر وأيضا في قوله وأمرهم شورى بينهم فمن هذا الجانب الأمة كذلك تكون لها التقويم للحكام ومراقبة الحكام وخير مثال على هذا ما جاء حينما أولي أبو بكر بعد رسول الله سلام حينما جاء على لسان أبو بكر رضي الله عنه بعد أن تولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم إن أحسنت فأعينوني وأن أسأت فقوموني وعمر رضي الله عنه كان يقول من رأى فيه عجاجا فليقومه حتى قال له إعرابي والله لو رأينا فيك عجاجا لقومناه بسيوفنا يبقى أن نختم بسؤال للبحث والبيان قارن بين السلطات الثلاث في النظام السياسي الإسلامي والنظم السياسي الأخرى الوضعية هذا السؤال يشحث الهمة في أنك تستطيع أن تعمل مقارنة بعد أن تبحث وتطلع على ما جاء في السلطات الثلاث في النظام السياسي الإسلامي وما هو موجود في السلطات في النظم السياسي الأخرى الوضعية ثم تعمل مقارنة وتجد الفرق الواضح بين حكم الله عز وجل وشريعة الله عز وجل وما جعل ما ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشر وبين النظم التي ارتضاها البشر للبشر والتي وضعها البشر للبشر هذا والله أعلى